عثرت قوات الشرطة الاتحادية على مخبأ كبير العبوات الناسفة وصواريخ كاتيوشا ومواد أخرى ضمن قاطع عمليات كاركوك وذكر بيان لقيادة الشرطة أن المخبأ يقع في أطراف وادي أبو خناجر في قرية السلام التابعة لناحية الرياضة ويضم 11 عبوات الناسفة و11 صاروخ كاتيوشا وكمية من الصواريخ وقنابر الهاون مختلفة الأنواع إضافة لمواد متفجرة اشتركوا في القناة